سلام حبوبات ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو اليوم كما قرأتوا في الجيد خرح نهدلكم على ماسك بوغ الفيزاج يعني ناتورالما ما في شو مواد كيموية ولا ما في شو دي بخودو شيميك ليتأثر على البشرة تاعنا خاصة اللي عندهم البشرة الحساسة اكيد انو منهدرش على اي حاجة قبل ما نجربها تخوى اكتفو ولا حتى نقدر نشوف الفي تاحة يعني تأثير تاحة على البشرة تاي اسكو جيب نتيجة وايلا لا ومن بعدها نعملوا لها فيديو الحاجة اللي ملاحة اولا في هاد الماسك انو صنع جزائري يعني هكا نشجعه على الاقل المنتوج تاع البلد تاعنا ثاني حاجة انو معمول بالطين الاخضر ومعمول بماء الورد يعني الحوايج المواد اللي فيه كامل نعرفوهم وكامل نعرفو الفوائد تاحها لكن انو الطين الاخضر وإلا الطين بصيفة عامة يساعد على نظافة البشرة يساعد على انو يخفي هديك الحبوب يساعد كذلك على توحيد لون البشرة انو اذا كانت عندك بشرة دهنية اوجافة تحاول انو تقرب هديك البشرة من انو تكون عادية فيه قديش من عطر هوا جوكوا كانتا بماء الورد وكان الطين ناتورغل مو يعني 100% طين بالماء جوكوا لا طين فقط هذا لا هذا مخلط بماء الورد الراحة تاعو رائعة البخي تاعو كيما راكم نشوفو هنا 10 الاف شريته من عند البنات اللي رام في سوقه راسي يقولولي نقولكم انا عند من شريته وتلقوه بعدة عطور وكان كيف كيف الطفل تعلقوه كامل ان شاء الله راح نشريه ونجربوه ونقولكم الفائدة تاعو هذا سيتا ماسك ب10 الاف البنات نستعمله بعد انقوماج اكيد انو اذا حبيتو راح نقولكم روتين العناية بالوجه بوصفات مئة بالمئة طبيعية يعني بطريقة طوالم خاصة البشرة الحساسة وهذا ان شاء الله اللي راح يكون روتين في الايام القادمة اذا هذا القناع قلنا ينظف يصفي البشرة يصفي اللون او يوحد عفوا اللون تاع البشرة يخلي ليكم ملمس رائع راتب ما تتسحقوش مبا او من وراه يعني ما تتسحقوش ترتيب من وراه ان شاء الله يكون هاد الفيديو اعجبكم هو ماسك كما نقول احنا خاصة للناس يتحب هاد الماسك او القناع للوجه يكون بشكل طبيعي مية بالمية هذا متوفر او كذلك انو او المكونات تاعوا تلقوهم مكتوبين هنا او بلا ما تحتاجوا او بلا ما تحتاجوا يعني اي شي ويحكم لكم تاريخ جوكوا فيه اربعة سنين يعني او تاريخ او مدة الصلاحية او ننصحكم به لبنات سيتان فغير طوب او انا نقول لكم اشروه او الى لقيتوه اشروه استعملوه استعملوه مم في الحمام دونك انا بعد ما نكمل خلاه نخسل ونظف او روحي نستعملوه حتى قبل ما نجي خرجه نعملوا ونشل الوجهه بماء بعد بارد تماما بيش نقفل هذيك المسامات ونخرج من الحمام يعطيك يعني نظرة واو ما تنسوش تديرو جيم للا فيديو وشاركوني في الكومنتر كل واحدة تقول لي المسك اللي راي تستعمل فيه اسكم ليح وإلا لا تحلو في روحكم باي باي